تخيل ان انت رافع شعار ان انت ما تروحش للدكتور الاسنان خالص فاللي حواليك خدعونك الفكرة دي مهما كانت دروسك واجعاك اسنانك فيها مشكلة بتتطلب ان انت لازم تروح للدكتور الاسنان بس انت لأ مستحيل يعني ده امر مستحيل وما رحلومش ابدا من كم يوم كان درسي بيوجعني وعملت فيه كذا وكذا وكذا وما روحتش للدكتور الاسنان ما حبهمش وقض النظر عن تحليلك ان انت ما بتحبهمش او بتخاف منهم بس اصبح الوقت بقى فيه فكرة انت بتعرضها بكوة فخلاص بقيت انت محبوس فيها فالناس اللي بيسقفولك دول اللي هما بينفوخوا فيك وبينفوخوا الفكرة دي في دماغك وبيكبروها اكتر من اللازم وهي اصلا فكرة غلط اساسا بس طريقة عرض الفكرة وطريقة تسقيف الناس ليها نظرتك لنفسك انت لو رجعت في الفكرة دي مع ان رجعتك في الفكرة دي صح جدا لان اللي انت بتعمله ده غلط فالناس اللي هي بتسقفلك دي مفيش واحد منهم حاسس بك ودرسك مموتك من الوجع وانت في البيت الوحدك بالليل مفيش حد فهم نفعك ولا حد حاسس بك ولا حد عارف انت بتتقلم قد ايه فمن الاول اصلا هو ليه اصلا طلعت فكرة ان انا معاملش كذا ابدا ليه نحاول نسبك لنفسنا الشبحانة يعني ليه لا اصلا انا وات شبح فمفيش منفعش ان نعمل كذا انا معاملش كذا ابدا لانا لو هموت ما اعملش كذا ابدا مع ان كذا ده ممكن يكون حاجة صحة معاش حاجة غلط يعني بس هو كده يعني لازم انت يعني الجو الفرد اللي احنا بن ايه بنسوق البرم على نفسنا وفي الاخر احنا اللي بنخسر هو الشخص البرم ده او الشخص اللي هو شايف نفسه الشبح ده ده من اكتر المخاطر اللي في ازمة كورونا اللي احنا بنعاني منها دلوقتي الشخص الشبح بقى اللي هو ولا كورونا تهمه ولا حظر يلمه فاهم انت الفكرة دي اللي ماشي كده يسوق البلطقة كده على الناس اللي حواليه مش بلطقة بلطقة معناها الحرف يعني لا بلطقة اللي هيك كلامية يعني اللي هو يسألك سؤال كده ما تجي نروح كذا يعني عارف انت السؤال كده في سنة خباسة كده اللي هو ايه يعني عايز يقولك ولا انت من الناس اللي بتخاف يسألك السؤال بطريقة يخليك اه لا طبعا يا اه نروح طبعا مهما كانت مثلا ان احنا منفعش ان احنا نروح في اماكن معينة دلوقتي منفعش ان احنا نتقابل بشكل فيه تجمعات بشكل مش عارف ايه الكلام اللي انت عارفه ده كله والكلام فيه مهري فيفرض عليك ان انت لازم تقوله اه لا 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 انا تمام ما فيش مشكلة مع ان انت نفسك عارف ان غلط اللي استهتار بالموضوع ده بس لازم تبني ان انت برضو شبح زيه ده بقى انا شفت منه كتير بالزات في قزمة الكورونا بالزات في دايتها يعني والناس كانت لسه مش مقتنعة يعني انا واحد من الناس من الاول ما كنتش برضو شايف الموضوع بالخطورة اللي هو يعني حتى ولادي وودتهم المدارس لحد الاخر خالص يعني لغاية ما الوزارة هي اللي قالتها جماعة سطوب بكده فكنت شايف الدنيا يعني ايه ربنا يسلم ومش عارف ايه الكلام ده كله فعادي ولو كنتش حتى اخد الموضوع اللي كنت بتابعه بشكل جيد قال لا ازا الموضوع بقى كبر وبقى فيه تعليمات معينة بقى فيه سبل معينة لازم تتبعها بقيت لأ خلاص لأتان وكده بموضوع كبير بس وانا في المرحلة اللي هي انا شايف الموضوع مش خطر قوي اللي كانوا شايفين خطورة الموضوع وكانوا فجأة عارف انت ما كنا نمشي في شارع تلاقي الناس حد واحد كده لابس كمامة كده وماشي فكان بقى شكله غريب كان ده بقى ممكن يتهاجم من الناس بقى انا كنت شايف ان ده يعني هو وجهت نظره كده هو شايف ده مافيش مشكلة انا مش مقتنع خليها لنفسي انت مقتنع اهل نفسك مافيش مشكلة لكن ايه الدافع اننا طباما انا مش مقتنع اننا لازم اسخف من المقتنع ليه لازم اعمل نمر على اللبس الكمامة والجوان دي او اللي ملتزم ما بينزلش من البيت اللي ما بيقبلش صحابه اللي اللي الكلام ده كله انت مش مقتنع خلاص ده حاجة لنفسك بس غالبا ان اللي مش مقتنع هو محبوس في فكرة الشبح لانه حتى بيتكلم بطريقة الشبح اللي هو يعني الوادي اللي ما فيش منه فاهم فمنفعش يرجع هو في التون ده منفعش ده في الحوار اللي بيبقى معاه بيبقى الحوار متكافئ جدا على فكرة بس هو مقابل الطريقة اللي بيتكلم بيها اللي فاها بالطاقة دي انت بتجيب وراه فبتركبه على الحوار فكرة ان انت ملتزم اه باجراءات الوقاية والكلام ده كله مش عايب فكرة ان انت قالو لك الحظر هيبدأ الساعة كزا ان انت ما تنزلش من بيتكم من الساعة كزا وتلتزم ده مش عايب اللي هو انت خايف اه خايف وانت مش من هنا ولا ايه انت ما تستقلش انت بنفسك ما تستقلش بنظريتك ما تستقلش بنظريتك للموضوع ليه هو ليه هو عشان مش مقتنع يقول لك انا مش مقتنع ويكلم بعيده وصوته ويقول ويعيد وانت الصح مكسوف تتكلم مكسوف تقول لأ مشكلتك ان انت مش هتقول لأ طب انت لو مو قالتش لأ عدفتك بايه شهادته بانك وات برنس. وقول لا اللي يحاول يعرضك فيها. قل له لا. لان انت حتى لو طلعت غلطان انت مش خسران حاجة. لان طريقته المتوحشة دي في فرض فكرته بتخلي الناس كتير قوي تكش. يعني تلاقي مسلا حد في ناس كتير انا بعرفه وبشوف هنا الكلام ده قدامي كتير. تلاقي حد قدامه واحد تاني مسلا بيقنعه اللي عايزين نروح نعمل كزا. فالتاني يقول له لا اصلا ما منزلش من البيت. ترياء بقى وسخافة وكلام سخيف مالوش لازمة. فالتاني يقوم جايب وراء. يعني فاهم ان هو يعتذر للنهاردة. فبكرة يقول اه طي يعني مش كل مرة بقى هقول لهم لا. لا ده انت كل مرة تقول لهم لا. عادي. الخلاصة في الموضوع ده. مش انا مقصوصش ان انا تكلم خلص عن موضوع كورونا او ان انت تعمل ايه طبعا. يعني الشيء يسكر برضو ان ان انت برضو لتزم باجرات الوقاية بقدر المستطاع لان الموضوع فعلا كبير وربنا يسطر. فكلا ما تكلمنا قبل كده ان انت لما يكون معكش فلوس هتتصرف ازاي? هتنزل تشتري حاجة قليلة ومهما كانت نظرة البيع ليك. ان هو ايه ده? ايه الجدع الا اللي جاي يشتري ربع كيلو ده? لا بص له انت بعين جامدة. ده على قد حكتي انت مالك. لكن حتت بقى ان انا هيقول علي ايه? او هيقوله ايه? لا اصلي مش كل مرة. لا اصلي مش عاف ايه? اش معنى هو? اش معنى هو ماسك في رأيه الغلط? ومتشبس بيه قوي وبيقولوا بقوة وماش يلطش في اللي حواليه. وانت ياللي شايف الصح مكسوف. مكسوف من ايه? طالما انت المنطق بتاعك صح? قل لأ وما تكسفش. واللي يزعل يزعل. واللي يتاريق ايه التاريق?